نتكلم عن فترة الهلال وفترة متابعتك للهلال من البدايات إلى اليوم وش أفضل مباراة أنت شفتها للفريقين الهلال والنصر وكيف تشوف أنت يمكن الإثارة الموجودة للفريقين وين كانت هذه الإثارة؟ متى كانت بالتحديد؟ يعني أنا أذكر أول مرة مباراة الذكرها وأنا صغير مباراةنا مع ثلاثة ثلاثة اللي كانت منطلاقة الهلال للدوري في أول دوري في تاريخ المملكة اللي كان بشير الغولة لا يرحم السجل لده في التعادل ومحمد سعد جاب ثلاثة هداف النصر والهلال جاب الحبشي وجاب سمير سلطان هدفين جميلين وكانت مباراة جميلة بالمرة وانطلقنا منها إلى الدوري تعدلنا في الدور الثاني واحد واحد ماجد عبد الله وسمير سلطان وبعدين فزنا على نصر 2-0 في الكاس أعتقد جابها الحبشي وناجي بن عبد المطلوب هذه المباراة كانت تحضرها في الملعب بالمناسبة ثلاثة ثلاثة مباراة أذكرها لأنها كانت انطلاقة الهلال لأن قبلها أنا من يوم جيت للمملكة عام بدأت تابع الرياضة عام 74 كان النصر دائما يفوز على الهلال لأن هذا أول مرة يتعادل الهلال مع النصر وفي ناس من نصرويين فريحين بهذا التصريح بالرغم أن هذا يبين أن الهلال كيف طلع بجهود رأساء وبتشجيع جماهيره من رابع نادي في المملكة في البطولات إلى أنه سيطر الآن فأنا أقول لهم أنه أنا أقصد دائما فيها أنه هلال بشغلة بإداراته وأنا مستعد ما يضايقني موضوع اتهام الهلال بالتحكيم أو الدعم وأعتقد أنه موضوع سخيف جدا وسهل الدفاع عنه وسهل أن التبين نموه صحيح لكن إذا كان فيه مثلا جماهير أندي ثاني ترتاح من هذا عشان تقنع نفسها أن ليش هي المتفوق فأتمنى أن يستمر هذا الشعور لأنه أنا أعتقد طول ما الإنسان ما يناظر نفسه وأخطاؤه لن يتقد صحيح أنت كنت تقصد التصريح اللي ذكرت فيه بأن الهلاليين كانوا يفرحون بالتعادل أنا قلت أنا ما أتكلم عن الهلاليين لأنه كان أول أربع سنوات تابعت فيها الهلال كنا دائما نخسر من النصر أتذكر مثلا خسارة الدوري التصنيفي ثلاثة واحد وأربعة اثنين ببلنتيات لكن الهلال بدأ في ذاك الوقت الهلال ما عندنا ثلاث بطولات وكان الأهلي والنصر الأهلي أولا مسيطرين على يعني كل سنة كان نهاية كاسر ملك الأهلي والنصر ليه ما أول دوري في المملكة والحمد لله من بعدها يعني we never looked back يعني كنت تقصد الفترة خلينا نقول بدايات المنافسة بين الهلال والنصر فترة بسيطة اللي أنا شاهدته أنا طبعا لا يعني تاريخ بداية مشاهدة الهلال فقط بداية لا يبدأ تاريخ الهلال لأنا بديت تتابعها من 74-75 ميلادي أول دوري كان العام 77-78 أعتقد